بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية الوحدة الأولى استخدام بيانات التكاليف في اتخاذ القرارات هنأخذ الآن مثال على دمج قرار المفضلة بين الشراء من الصنع مع قرار المفضلة بين التكنولوجيات البديلية ندمج قرارهم في بعض في مثال واحد شركة الحجاز الصنعية تشتري الآن الجزء 13 مقابل 13 ريال للوحدة وهي تدرس الآن تصنيع هذا الجزء داخليا وأمام الإدارة بديلين للتصنيع بياناتهما كما يلي في المستوى الأول للنشاط ومستوى الثاني النشاط تكاليف البديل الأول وتكاليف البديل الثاني وحجم النشاط المطلوب حدد الآتي رقم واحد المدى من الوحدات الذي عنده يجب اتخاذ القرار بالشراء من الخارج مطلوب باء المدى من الوحدات الذي عنده يجب اتخاذ القرار بالتصنيع بالبديل الأول مطلوب الثالث المدى من الوحدات الذي عنده يجب اتخاذ القرار بالتصنيع بالبديل الثاني يعني هنا دخلنا المفضة بين التكنولوجيات مع قرار شراء من الصنع ففي المطلوب الأولاني امتى نشتري تاني حاجة بقى امتى نصنع ولو كنا نصنع امتى نصنع بالبديل الأول وامتى نصنع بالبديل الثاني الحل يجب البدء بالفصل ما بين التكلفة المطهرة والثبتة باستخدام طريقة الحدين الأعلى والأدنى لتحديد التكلفة المطهرة والثبتة لكل بديل ويعتمد ذلك على علاقة الرياضية التالية طبعا هنا كان في المطلوب في المثال اللي قبل كده كان يديك التكلفة السبتة لكل بديل والتكلفة المطهرة الوحدة لكل بديل هنا في الرأس السؤال مش معطى فنحسبها بطريقة الحدين الأعلى والأدنى التكلفة المطهرة الوحدة بتساوي هي اللي بسمها رمز باء بتساوي التكاليف عند المستوى الأعلى ناقص التكاليف عند المستوى الأدنى مقسومة على أعلى مستوى النشاط ناقص أدنى مستوى نشاط والتكاليف الثابتة اللي هي الف بتساوي التكاليف الثابتة عند المستوى الاعلى وممكن نجيبها عند المستوى الادنى ناقص يفتح قوس المستوى الاعلى للنشاطة لو احنا اخدنا عند الاعلى بناخد اعلى في التكلفة المطيرة ايه للوحدة دول العلاقتين الرياضيتين اللي بيهم اقدر افصل ما بين الجزء المطير والسابت لكل طريقة من طرق التصنية هنطبق الكلام ده على البديل الاول التكلفة المطيرة الوحدة في نجيبها من المعطيات سبعة وعشرين ناقص ستاتة وعشرين الى التكاليف عند المستوى الاعلى ناقص التكاليف عند المستوى الادنى مقسومة على الفين وربعمية ناقص الفين الى اعلى مستوى النشاط ناقص ادنى مستوى نشاط. هتساوي اربعة تلاف على ربعمية تطلع عشرة ريال لكل واحدة. الالف. الالف اللي هي كانت التكاليف الى سبعة وعشرين الف ناقص الفين ربعمية في عشرة. يعني سبعة وعشرين ناقص اربعة 2000 تطلع الالف اللي هي التكاليف السابتة بتلاتتلاف ريال البديل الثاني نكرر نفس الكلام بس بمعطيات البديل التاني التكاليف موضوع الوحدة اللي هي بقى 6 ناقص 22800 على 2400 ناقص الفين تطلع 3200 على 400 تمانية ريال لكل واحدة طب السابتة اللي هي الالف ستة وتلاتين ناقص 2400 في تمانية تطلع ستة وتلاتين الف ناقص 1900 تطلع 16800 يبا كده تطلعنا في كل بديل السابق البتاع والمتغير